فالخلاص أحبائي هي كلمة كبيرة لكن تحمل في طياتها أمور كثيرة تعني الإنقاذ وتعني التحرير وتعني أيضا الخلاص من الغضب الآتي والخلاص هو عمل إلهي بالروح القدس بحيث أنه يصبح خلاص أدبي وخلاص أبدي لأن هذا الخلاص كامل ليس يتغير مع الزمن ولا مع الظرف لما الله ينقذ الإنسان من الزنوب ومن العيوب يبرقه من خلال عمل المسيح هذا الخلاص عندما يتحرر الإنسان من الخطيئة فيحصل على الحياة الجديدة بالإيمان ونستلم عطية الحياة الأبدية بالإيمان أيضا ما نسميه نخلص فالخلاص هو الإنقاذ الله ينقذنا من الشر من الفساد من الخطيئة يحررنا من قساوة ومن عبودية الخطيئة نتحرر من دينونة وعقاب الخطيئة لأن أجرة الخطيئة مثل ما سمعنا موت فالخطيئة بتسبب الموت وبتسبب أيضا انفصال عن الله عندما نتحرر من قوة الخطيئة نتحرر من سطوة الخطيئة نتحرر من بشاعة وقساوة الخطيئة نتحول إلى حضور الله عندها الله يعطينا طبيعة جديدة مولودة من فوق طبيعة بارة لا تخطئ الإنسان القديم العطيق هو الذي يخطئ اشتركوا في القناة